هناك الكثير من الأسئلة تشغل بال الجمهور اليمني قبل المشاركة في كأس الخليج 25 بطولة خليج 25 البصرة بالعراق الجماهير اليمنية تتساءل وتتساءل وتتساءل وتريد إجابات واضحة ومقنعة أول سؤال يراود المنتخب اليمني وجمهوره لماذا لم يلعب المنتخب اليمني مباريات دولية مع منتخبات مماثلة طيب لما رحت تلعب مع أندية مصرية بتلعب في الدرجة الثانية أو الثالثة لماذا لم تلعب مع أندية كبيرة معروفة أمثال الزمالك الأهلي برامدز الاتحاد السكنداري المصري ده السؤال الثاني بالنسبة للجماهير اليمنية طيب السؤال الثالث لماذا تم التأخير في التوقيع مع المدرب اسكوب ميرزلاف اسكوب المدرب الأجنبي اللي بيدرب المنتخب اليمني لماذا تم التأخير في التوقيع مع هذا المدرب وما هو نص عقد هذا المدرب يعني المدرب هيدرب المنتخب اليمني فترة قد إيه وهتكون واجباته إيه والأمور المطلوبة منه هي إيه أيضا ما هو تفكير اسكوب في الفترة القادمة وماذا يسعى اسكوب في الفترة القادمة مع المنتخب اليمني طيب ما هي المباراة التجربية الأخيرة للمنتخب اليمني قبل المشاركة في خليجي 25 ما هو موضوع احتراف اللاعبة اليمنيين المنتشر في آخر الساعات وهو احتراف أحد أو بعض اللاعبين اليمنيين في الدوريات الأوروبية كل الأسئلة دي وأسئلة كتير بتراوض الجمهور اليمني في الساعات الأخيرة هنجاوب على كل الأسئلة دي في الفيديو بتاعنا النهاردة لكن بتمنى من حضراتكم دعم الفيديو بلايك واشتراك في القناة إذا حبيتوا القناة عشان تتابعوا معنا كل الأخبار الجديدة في الفترة اللي جاية أولا السؤال سبب عدم إجراء مباريات ودية دولية مع منتخبات مماثلة الإجابة جات في المؤتمر الصحفي اللي اتعامل بالأمس مع رئيس الاتحاد اليمني والمدرب اسكوب اللي كان فيه تعاقد رسمي وإبرام التعاقد بشكل رسمي مع المدرب اسكوب وقالوا أن السبب عدم إجراء مباريات ودية دولية مع منتخبات مماثلة كان لسببين السبب الأول عدم وجود الدعم المالي المطلوب وقالوا أن كل الفلوس اللي موجودة الآن ليس لأي طرف داخلي أو خارجي يعني موجود هو اللي أعطاهم المبالغ المالية يعني مفيش حد أعطاهم دعم مادي من داخل اليمن أو من خارج اليمن وده كان عائق كبير جدا في إبرام مباريات ودية يبقى العائق المادي كان سبب مهم جدا في عدم إبرام مباريات ودية مع منتخبات دولية أو منتخبات أولى مماثلة للمنتخب اليمني السبب الثاني أنه كان فيه اتفاق مع الاتحاد الاماراتي أن الاتحاد الاماراتي طلب مواجهة المنتخب اليمني مباراة ودية في تاريخ 30 ديسمبر 2022 نهاية الشهر الجاري وبعد موافقة الاتحاد اليمني على هذه المباراة رجع الثاني الانتحاد الاماراتي يعتذر عن إقامة المباراة وبالتالي ما كانش فيه بديل أبدا من إقامة مباريات مع أندية مصرية في الدرجة الثانية والثالثة هو ده اللي كان متاح بعد اعتذار الاتحاد الاماراتي بالنسبة لسكوب تم إبرام العقد رسميا وتسأل الجميع سكوب جاي لحد إمتى سكوب مطلوب منه إيه إيه الأجندة اللي محطوطة على طاولة سكوب بالإضافة إلى الاتحاد اليمني لكرة القدم سكوب هيكون موجود مع الاتحاد اليمني ومنتخب اليمن الأول في بطولتي خليجي 25 اللي هتتلعب في البصرة بالعراق وأيضا بطولة 26 خليجي 26 اللي هتتلعب في الكويت آخر العام أيضا كان فيه مفاجأة كبيرة والإعلان على أن سكوب سيقود المنتخب الأوليمبي في قادم الموعيد يعني سكوب بعد ما يقود المنتخب الأول اليمني في خليجي 25 هيقود المنتخب الأوليمبي أيضا في الاستحقاقات الرسمية القادمة أيضا فيه مفاجأة تانية أن سكوب هيكون مشرف مشرف على المنتخب الناشئين تحت 17 سنة ومنتخب الشباب تحت 20 سنة يعني سكوب هيكون المدير الفني للمنتخب الأول وهيكون المدير الفني للمنتخب الأوليمبي بالإضافة إلى الإشراف الفني يعني إشراف يعني مدير فني يعني يشرف على الأمور الفنية بالنسبة لمنتخب الشباب وبالنسبة لمنتخب الناشئين لكن الناشئين طبعا موجود محمد البعداني ومنتخب الشباب أيضا موجود المدرب بالنسبة طبعا لمنتخب الشباب يعني هو هيكون المدير الفني الأول للمنتخب الأول والمدير الفني الأول للمنتخب الأولمبي ولكن إشراف بعد كده على الشباب والناشئين أما مشاركة المنتخب اليمني في بطولة خليجي 25 و 26 هو ده أهم حاجة بيسعى لها اسكوب مع المنتخب اليمني أضف إلى ذلك بطولة غرب أسيا في الإمارات اللي هتتلعب في الإمارات في شهر مارس القادم واستعداد طبعا المنتخب الأولمبي للمنافسات في شهر 9 القادم أو شهر سبتمبر القادم أما بالنسبة لعدم إجراء مباريات ودية مع أندية مصرية قالوا له أنت بتلعب مع أندية مصرية ضعيفة في الدرجة الثانية والثالثة كان الرد أو كان المبرر أن الأندية المصرية منشغلة جدا بالدوري وبتلعب مطشغلة ودية بتلعب مطشغلة بتأسف رسمية في الدوري كل 3 أو 4 أيام وده كان عائق في إقامة مباريات ودية مع أحد الأندية الكبيرة اللي موجودة في الدوري المصري أما المباراة التجربية الأخيرة أو الاستعدادية الأخيرة استعدادا لخليجي 25 تم الإعلان عنها ويا المباراة رقم 6 في معسكر القاهرة هتكون أمام نادي طلاقع الجيش المنتخب اليمني الأول هيلعب طلاقع الجيش الفريق المصري المعروف اللي موجود في الدوري المصري منذ فترة هيعمل مطش ودي مع المنتخب اليمني وطبعا هتكون المباراة يعني تعتبر الأخيرة قبل الصفر إلى العراق البصرة للمشاركة في خليجي 25 أما بالنسبة للتشكيلة الأساسية سألوه عن التشكيلة الأساسية لمنتخب اليمن اللي هتشارك فيه كأس الخليج قال سكوب أنه هو خلاص استقر على التشكيلة الأساسية بشكل يعني يصل إلى 90% 95% بانتظار قدوم المحترفين اللي طبعا فيه عدد من المحترفين في الفرق الخليجية رفضوا القدوم إلى المنتخب اليمني وتمسكوا بالمشاركة معاديتهم وبالتالي سكوب خلاص يعني يعتبر بنسبة كبيرة في المعسكر اللي موجود في القاهرة استقر على التشكيلة الأساسية اللي هيلعب بها بطولة الخليج مع بعض الرتوش الأخيرة في مباراة طلاقع الجيش وانضمام المحترفين هيقدر استقر على التشكيلة الأساسية المشاركة في خليجي 25% أما بالنسبة عن المحترفين أو إرسال بعض اللاعبين للإحتراف الخارج كشف سكوب عن رغبته في إرسال اللاعب الشاب حمزة محروس إلى التشيك واللاعب أو حارس المرمى محمد أمان إلى السولوفاكيا مع مدرب الحراس أندريا بغرض المعايشة والتدريب مع الأندية الأوروبية لتطوير مستواهم وفرصة كبيرة لإحترافهم في الخارج وده بيفيد المنتخب اليمني فيما هو قادم يعني سكوب ناوي طلع اللاعبة تعمل معايشة في الدوريات الأوروبية وده هيفتح الباب الكبير على لعبة المنتخب اليمني واللعبة اليمنية للاحتراف وبداية الاحتراف في الدوريات الأوروبية ودي حاجة كلنا بنتمنىها لمنتخباتنا ولعبتنا العربية وأكيد الجمهور اليمني عايز يشوف لاعب أو اتنين أو تلاتة بيلعب في الدوريات الأوروبية هتكون استفادة كبيرة للمنتخب في آخر الفيديو حبيت أقول لكم ده تكررنا على المؤتمر الصحفي اللي اتعامل بالأمس بالنسبة لسكوب والاتحاد اليمني لكرة القدم واستعداداتهم لكأس الخليج خليجي 25 اعملونا لايك للفيديو تابعوا معنا كل الأخبار بالاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته